إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني وإن بكى مسلم في الصين أبكاني ومصر ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني وفي العراقي أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأفون وخواني ويسمع المسجد ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني أرى بخار بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني شريعة الله لم تشملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان شكرا الله خير دكتور فهذا الإحساس يا أبا هاشم هو الذي يجعل الإنسان يشارك الناس في مشاعره أنا لما إحدى الرسائل أحد الإخوة في الهند في الجامعة السعيدة اسمها كتب عني رسالة دكتورة اتصل بي فقلت له أنت كيف اخترت الموضوع ولماذا يعني أنا لا أعرفه قال والله يا دكتور شعرت كلما قرأت لك قصيدة أنك تعبر عني يا الله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتعالى وتعفيق ترجمة نانسي قنقر